هناك رغبة أشقائنا الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في ندوة باريس المتعلقة بليبيا ونحن على أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا الشقيقة فأنتم طلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس بكل تأكيد هذا التصريح خلافاً لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخاً ماضياً وحاضراً وتحترم السيادة الجزائرية ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإجابي في المنطقة فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله الظروف ليست كافية لمشاركة السيد رئيس الجمهورية الشخصي في هذه الندوة رغم التزامه بدور الجزائر الفعال إلى جانب شيقاناً الليبيين ولا ملتزامه الشخصي بالدفع بالقضية الليبية نحو الحل السلمي الديمقراطي المنشود